السلام عليكم. Hello everyone. This is your teacher Ayub. I hope you're doing well. In this class we are going to go over this text again. It's in student book page 16. It says here how much do you know about natural disaster? يعني لديش احنا بنعرف او انت بتعرف عن الكوارث الطبيعية تمام? كوارث طبيعية اه لها انواع تمام? فعندي استاذ هون بالصور المضح لك خمس انواع اوكي? We should know about these. يعني اكثر الكوارث الطبيعية المعروفة والمنتشرة يعني عشان هيك لازم نعرف مهلمات عنها عشان نعرف كيف نتعامل فيها اذا لا سمح الله تعرضنا. طيب بس اصل اول واحد عندي in the first picture. It says here flood. Flood معناها الفيضان. زي ما انت شايف هون there's houses and trees that are almost damaged. There's a lot of water around it. اوكي? This is the result of a flood. اوكي? It destroys houses. It destroys the trees. It destroys cars. It destroys and cause a lot of damage to a lot of things. اوكي? بتكون اكبر خسائر موجودة بالارواح هي اكبر خسائر بتكون في المنازل والاشجار والاشياء زيها. عندي بالصورة التانية زي ما انت شايف there's wind and trees that are almost ripped apart. there's water. There's this electricity pole that is falling down. This is a result of a hurricane. اوكي? result of an earthquake. هو زلزال او الهزل الارضية. تمام? بسبب اه دمار في الارضية والبنية التحتية. اه وممكن كمان نحدم المنازل والمباني. لدرجة الممكن جد بالفعل يقتل الناس. وهو بالفعل اكتر اه كارث طبيعيه بسبب اه خسائر في الارواح سواء الحيوانات او بشر. عندي بالصورة الرابعة هون. اه زي ما احنا شايفين there's fire. اوكي? and trees and grass. اه are burning down. اوكي? so اه we call this a forest fire. اه a forest means اه رغابة. وعندي فاير اللي هو حريق. فعندي حرائق رغابات كثير معروفة انها تعد كارث طبيعيه اه منتشرة كثير في اليو اس اي في الاتمتحدة امريكية اه بسبب عندهم انتشار كبير للاتجار وخصوصا في ولاية كاليفوني اللي هي فيها درجات الحرارة جدا عالية. مما يسبب حرائق اه يعني كبيرة في الاتجار طائدهم. والمناطق الحرجية زي ما نحكي. فورست and study in a minute and it's really terrible for the nature sorry for the nature الطبيعة كثير هضو الحكي سيئة. عنا هون the last one اللي هي avalanche تمام? avalanche اللي هو الانهيار الثلجي. اوكي الافalanche اللي هو الانهيار الثلجي زي احنا شافين there is a snow that is falling off a snow mountain. اوكي. so when snow covers a mountain it with layers of snow I mean when an earthquake happens or a loud noise a very loud noise or maybe a cause that is maybe like another natural disaster that may affects this mountain and make the makes the snow fall apart and once the snow moves there's nothing can stop it and when it's coming down it gets it gets bigger and it gets bigger and stronger with also with speed so whoever gets trapped. نعلق في الهيار الثلجي. او في فصة كبيرة لو انه حياته لأسف تمكيه هناك عشانه اشي جدا صعب يتعامل فيه. تمام? فخلنا نقرأ facts حقائق او معلومات بشكل عام عن هاي الكورثة الطبيعية عشان نعرف كيف نتعامل معها. عشانه بحكيلك make sure you are disaster smart. the more you know the better. بحكيلك انه متأكد ضمن نفسك انك انت تكون ذكي في التعامل مع هاي الكورثة الطبيعية كل ما تعرف اكثر بكون اخضر عشان لا صمح الله اذا تعرضنا هنعرف كيف نتعاملها. عنا اول نقطة بحكيلك natural disasters happen all over the world. we cannot stop them from happening. تمام? اول حقيقة عندي انه هاي الكورثة بصير كل منطقة تقريبا اه في العالم وتقريبا مستحيل انه او جدا صعب من احنا نوقفهم اه ونرداحهم. تمام? اه النقطة الثانية بحيلك the weather causes some disasters like thunderstorms, floods, hurricanes and avalanches. تمام? scientists often know when weather disasters will happen. تمام? حسا عندك اه مثلا هم بحكيلك الطقس او الجو اه نفسه مراتا بسبب بعض الكوارث او بعض انواع من الكوارث الطبيعية مثل thunder stones اللي هي العواصف الرعادية. عندي floats, floods, faidonات حكينا وهريكينز العواصف او العاصير. وعندي افلانش زيان الهيارات الثلجية. تمام? فعندي هاي بتحكم فيها مش بتحكم فيها بس من احد مسبباتها الكبرى الا وهو الطقس the weather. تمام? فبحكيلك العلماء اه بالاغلب بالعادي بيعرفوا متى هاي الكوارث راح تصير. انا احنا ما منسى عمرتنا بالاخبار كيف بتوقعوا اه وين او متى راح يصير الاعصار المعين. فان عشان الناس تلحق تهرب وبتبعد من المنطقة. تمام? فالعلماء بقدروا يتوقعوا متى هاد اشي راح يصير بس ما بقدروا وقفوا للأسر. طيب. عندي اه the third point here. scientists have special equipment to watch volcanoes and earthquakes. but it's hard to know when these disasters will happen. that is why volcanoes and earthquakes cause a lot of damage. تمام? فعندي العلماء بحكيلك انه عندهم معدات equipments معدات وعدوات انهم يقدروا يراقبوا الفلكانوز البراكين والزلازل والهزارة الارضية. تمام? but it's hard to know when these disasters will happen. يعني هدول مش زي كوارث الطبيعية اللي بسببها الطاقس. هدولك تقدر تتوقع حين. تتوقع ما تحصيره عشان تقدر تحرك. بس هدول البراكين والهزارة الارضية واحد ما بقدر ايش انه يتوقع. يعني بقدر راقبهم كل اشي العلماء. بس you can't predict. ما تقدر تتوقع متى ممكن انهم يصيروا. اوكي? ففي فرصة كبيرة انه واحد ممكن يصيره ولساته مش عارف ما بيلحق انه مثلا يهرب او يبتعد ينجي بحياته. تصرف واي فيها هنا. statistics show that floods are the most expensive natural disaster. ننتبه هاي النقطة. بحكيلك الاحصائيات بتورينا انه وبتحكي انه الفيضانات of floods are the most expensive اكثر كارثة طبيعية بتكلف تمام? اه بتكلف منها مثلا خسارات مادية مثلا هدمان اه بتحدي من البيوت وتقطع الاتجار والمباني والشركات والسيارة تاني كتير كتير ما في خسائر بشرية قد ما في خسائر مادية ومالية تمام? اه عندك هون بهاي النقطة. forest fires can happen because of lightning but also because people are not careful and make a fire. اه fires in a very dry place تمام? بحكي لك الاحرائق الغابات ممكنها تصير بسبب البرق lightning تمام? البرق ومثلا البرق بضرب شجرة او بضرب منطقة فيها عشب جاف. اه العشب الجاف او الشجر بشكل عام اه قابل للاحترق تمام? فقوة اللايتنين كثير تكون احرارته جدا عالية وبالا ينزل كهرباء فبتخلق شرارة او نار مما يؤدي الى انتشار النار في مناطق واسعة جدا اه في الغابة. وبضلها طبعا زم تحكي العشاب بتحترق تسحب المحا النار. اه بادي الى موت كثير من الحيوانات ومن الكائنات الطبيعية اه بادي خشائر في الغطاء النباتي. فالاو في عندك طريقة سبب تاني ممكن انه احمال البشر. الحلو هو مثلا لما يروح واحد يعمل تخيم. ماصورة. فبق او ما يطفوها منيح. وممكن تيجي رياح تحرك الرماد او شرارة معينة اه هاي الشرارة او الرماد بروح بكون الساتف هو حرارة بولع يعني بروح الى منطقة فيها عشاب جافة او شجرة مستعدة او الجاهزة انها مثلا تنحرك واي لحظة وتولى فيها النار فنفس النفس نتيجة البرق كل اخير بتصف بيه وتنتشر النار في كل اعضابه اه انه هون ارثيكوك الزلازل اللي هي اسوأ اكوار طويلة من ناحية الخسائر البشرية يعني هي بتسبب اكثر اشي خسائر بشرية خسائر حيوانية يعني بالارواح برضو يعني مشكل عام اه هاي الناحية كثير بتسبب خسائر علشانها اه انبريكتابل يعني ما تقلت توقحها متى حتصير نهائيا تقلت سيطر عليها توقفها اه حتى لو صارت ما بدكها تغروب منها خلصة بتنحشر لذلك انه الهروب منها تجنبها جدا صعب اه فعشان ركا عندها بتسبب خسائر بالارواح جدا كبيرة اه اه اتس اكوود ايديا تفاين اوت كاينس اف ديزاستر كان هاكن وريول افتمام فكرة حلوة انه احنا نكون عنا معرفة اه بالمنطقة اللي احنا عايشين فهي اذا برح يكون فيها او بالعادي بكون فيها اه او احتمال ان يكون فيها كوارث طبيعية مثلا احنا بالاردن مثلا صارت كالك طبيعي للأسف قبل اه سنة او اكثر اه هيث الامطار انها غطت اه شو اسمه اه كانت نزلت كثير قوية وسبب عملت فيضانات مما سبب في قطل كثير من الناس تدمير كثير من بيوت والسيارات وما الى ذلك المنتلكات فهي الشغلة احنا لازم نكونوا توقينها اعرفهم قبل حتى نتفاداها وننجو منها اما اه last point when people choose a place to live they should think about what disasters can happen for example people shouldn't build houses close to rivers if there is a danger a danger of floods تمام احكي لك هون اذا بدك تسكن من منطقة او اوش زي هيك كون اه حاسب اذا ممكن هاي المنطقة فيها احتمالية تصير كارثة طبيعية تمام نعطيك مثال هون اللي هو النهر اذا انت عارف اذا النهر مثلا ممكن يصير فيه فيضانات او الى تاريخ انه صار فيه فيضانات فاحنا ايش لازم نتجنب السكن فيه تمام لازم نكون حذرين ومدركين لهاي الشغلات اا نكون عنا فكرة عن هاي الموضيع اا مثلا كورة طبيعية اوش زي كشان لا سمح الله اذا صار اا نارف كيف نتجنبها ويكون عنا فكرة عنها وكيف نحذر منها ونتعامل فيها وهي هي حصلنا لليوم بس اا نحل اخر تمرين ما بعض اا اللي هو عشان نطبق اذا احنا تحلمنا ايها سحله انه راح نزله على بس انه نحله مع بعض علشان اا نتمرن طيب اا هون نفس الفقرة اوكي استاذ بحكي لك natural disasters can happen all over the world هاذا الاشي true ولا false تمام هاي عندي اول نقطة بحكي لك it happens all around the world تمام فالطبعي بالفعل بتصير حوالين اي منطقة في العالم طيب النمبر عندي اا حكينا ما في اي كار طبيعي بقدر انا اوقفها ايش مكان نتيجتها الطقس او غير الطقس تمام فعندي انا false تمام اا لا هو اا ما بقدروا يحذرونا عن التعن يعني هو نكاتب لك احكي لك كان بقدروا يحذرونا عن البراكين لانه نهرب منهم وما الى ذلك بس ما بقدروا يحذرونا عن الزلازل هاذا رحكي غلط ما ما بقدروا يحذرونا لا عن الزلازل ولا عن البراكين كمام اا اا افلوتس افين كوز لوتس اف دماج that's true علشان هي بتسبب الكثير من الخسائر والا والاذا اا 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 اللي هي الفيضانات عندي نمبر فايف واذر and people can cause forest fires هي بالزبط الواذر هون قصد اللي هي lightning البرق ومن ايش بصير من الطقس تمام وحالي محالات بتصير بسبب هالطقس فهي بفعل بتسبب حرارة في الغابات اول اشي ثاني اشي في عندي مسبب اخر الا وهو الانسان اا مسبب الحرارة الغابات بسبب احمال او اشي ازي هيك فها it's true تمام اا وهي استاذي الاجابات لهذا التمرين اا ياطيكم العافية والله بفتكم